السلام عليكم معينا النهاردة في الفيديو خبرين فيهم خبر مؤسف جدا ومحزن عن العمدة الفنان الكبير اوي صلاح السعدني اعلنه ابنه احمد صلاح السعدني في مداخلة تليفونية مع الاعلامي عمر اديب هنعرف كل التفاصيل ومعينا خبر تاني هنبدأ به الفيديو عن شايماء سيف وطلاق شايماء سيف والسبب يعني السبب غريب اوي اوي مش للدرجة دي الشهرة ممكن تعمي البصر مش للدرجة دي علشان بقى معاك فلوس بتسخري وبتهيني زوجك بالطريقة دي ايه السبب هنعرف الفيديو خلينا كده نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام وكمان واحد الله وتسمعوا معنا الفيديو للنهاية لو تكرمتم وما تنسناش بلايك حالو منكم ولو مش عجبكم الفيديو مفيش مشكلة ديس لايك انا بقدم شكري لحضراتكم لدعمكم ولتواصلكم واي حد عند اي استفسار او اي مساعدة او اي طلب تحت امركم في التعليقات الخبر الاول عن شايماء سيف عارفين شايماء سيف معروفة انها دمها خفيف واتشهرت بسبب خفت دمها وبسبب جسمها خلينا صراحة ان الناس اللي بتبقى مليانة شوية بتتشهر بسرعة لانهم بيكونوا عدد قليل اوي تفاجأنا في برنامج ليها وهي بتتكلم عن زوجها وي بتقول الناس كلها حظها حلو وانا حظي وحش طب ليها شايماء لما تسألت عن يعني اتنين هي شايفة انها كان يعني كان لازم تتجاوز واحد منهم ده على حسب كلامهم هما محمد حمائي وظافر العبدين لما سؤلت عنهم قالت هي دي الرجالة ولا بلاش انا بحبهم جدا جدا وكان نفسي اتجاوز محمد حمائي يعني ربنا وعدني بقعبيرة متخيلين اللفظ قعبيرة قالت كده بالتحديد فطبعا الكلام ده مفيش اي راجل في الدنيا ممكن يقبل بي عيب لازم تراعي مشاعر اللي قدامك وتحترم زوجك قدام الجميع وقدام وحتى بينك وبينه لكن تطلعت اصخاري منه كده بالمناسبة زوجها اسمه محمد كارتر منتج معروف جدا جدا ومشهور وحمل مسلسلات وافلام كتيرة وراجل محترم في كمة التدين وكمة الاخلاق ويعني زوء جدا ده على حسب شهادة الناس المقربة منه طبعا لما قالت كده وانتهت الحلقة اخدت الموضوع في ضحق وانها بتهزر وهي ممكن فعلا تكون بتهزر بس الهزار ما يجيش على حياتنا الزوجية على راجل المفروض ان هو موفر لكل حاجة والمفروض ان انتوا متجاوزين طبعا بعد كده لقوا متابعتهم وكتبوا اللي حضراتكم شايفينه لقوا متابعتهم على انستجرام وكتبوا على صفحاتهم كل شيء نصيب قدر الله ومشاء فعل كل الناس ربطت الكلام اللي بعتوه البعض ده او اللي شايروه انهم بسبب تعليقات وكلام شايماء سيف على الهواء واعتقد هو ده السبب لانه اي راجل في الدنيا جماعة لازم تصنيه لازم تاخده يعني لازم تكون محترمة شوية مع زوجها وقدام الناس وانا بطلب منك ان شاء الله ربناه يدلك الموضوع والدنيا تهدى لحد الان لحد الان لم يتم الطلاق النهائي ولكن في مشاكله ويعني اي راجل في الدنيا دلوقتي محتاج انك تطلعي تعتزري امام الجميع مش بينك وبينه وتقولي له اي كلام يطيب خطره لانه بصراحة عيب او اللي عملته ربنا يهدس الركم وتعدوا الدنيا دي على خير هدخل معاكم على الخبر التاني الخبر اللي مؤسف جدا ومحزن عن العمدة الفنان الكبير جدا جدا صلاح السعدني هنعرف تفاصيل الخبر بتاعه وفي ايه وحالته الصحية ووضعه الصحي ووسيته كل التفاصيل بعد فترة من الغيابة الطويلة اوي ناس تتوقع انه هو توفى وناس فكرة انه هو يعني خلاص ميت من زمان عايز اقول لحضراتكم في البداية انه هو مازال على قيد الحياة هو ما توفاش ولا ايه حاجة ربنا يديله الصحة وطول العمر هبدأ معاكم التفاصيل فيه مدخلة تلفونية مش دايما بيعملها احمد صلاح السعدني احمد صلاح السعدني عمل مدخلة تلفونية بعد قصرة الشقيعات عن وفاة والده وحاول يطمن الجميع واعترف بكل تفاصيل الوضع الصحي الحالي للفنان الكبير صلاح السعدني اللي للأسف في بعض الناس شمتانة اوي في مرضه وبقول هو يستحق ده خصوصا انه يعني اخر عمل ليه ما كانش يستحق ان هو يعمله وهو مسلسل القاصرات عايز اقول لكم المسلسل ده كان فيه قصة مهمة جدا ومازالت لحد الان بتتم فيه بعض المحافظات ان هم يجوزوا البنات الصغيرة من ناس غنية او من ناس كبيرة في السن يبقى انتوا بتلموه على ايه بالعكد في ناس تانية عملت اعمال قذرة جدا جدا وحضراتكم بتستنوا اعمالهم كل سنة لكن هذا الرجل المحترم بجد اعماله محترمة جدا ايه هي تفاصيل وضعه الصحي للأسف الفنان صلاح السعدني خلاص ما بقاش بيمثل هو اعتزل بقاله فترة ومش بسبب حاجة غير ان هو حاليا عنده زهايمر يعني ما بقاش فاكر اي حاجة وممنوع عنه الزيارة حتى نقيب المهن التمثلية اشرف زكي طالب ابنه انه ينزل صورة لولده علشان الناس تتأكد انه مازال عايش قال الموضوع ده خاص بينا احنا والدي على قيد الحياة ولكن وضعه لا يسمح ان انا ولا صوره ولا حتى ان انا اخليه يظهر على البرامج او يعمل مداخلات تلفونية هو عايش معانا بتابع الرياضة حتى لو مش فاكر حاجة حتى لما بيشوف نفسه على شاشات التلفزيون ما بيكونش فاكر ان هو كان ممثل وما بيسألش خالص على اصحابه لانه منذ فترة طويلة من بعد وفاة ناس عزيزة عليه من بعدها خلاص فقد الزاكرة تماما وجاله زهايمر ما بقاش فاكر اي حاجة ووضعه الصحي شوية كويس وشوية وحش وبنحمد الله على كل حال وكل الناس اللي شمتانا في والدي هيفضل والدي تاج وشرف لي وتاج على راسي وانا بشكر كل الناس اللي بتسأل عليه دايما هو وضعه الصحي حاليا الى حد ما مستقر وبنتابع بيتابع مع طبيب ولكن الطبيب بيجيله في المنزل يعني والدي حاليا داخل المنزل مش في عناية مركزة ولا على اجهزة تنافس صناعي ولا مصاب بفيروس كورونا لان في اخبار كتير انتشرت ان هو عنده كورونا والوضع حري لا هو ما عندهش كورونا ولا اي حاجة عايز اقول الناس اللي شمتانا كما تدين تدين هذا الفنان محترم جدا جدا هو عمدة الفنانين نتمنى من الله ليه كل الشفاء وكل راحة البال والسعادة لانه بجد انسان محترم بالنسبة للوصية اللي اتكلموا فيها كتير انه هو بيتبرع بجزء من امواله لمستشفى سرطان الاطفال والكلام ده مش بس بعد ما ماته انه هو بيعمل كده دايما دايما بيخصص اجزاء من الفلوس يتبرع بيها وده تحت اشراف ابن احمد السعدني بالمناسبة الناس اللي سألت يا طرق احمد السعدني متجاوز من شلبي وتزر قصد ما يعز الدين ولا لأ هما بينهم صداقة قوية وعارفين ان احمد صلاح السعدني فقط زوجته من اقل من عام مثلا وعنده ولد وبنت ربنا يخلهم له هو بين وبين ما يعز الدين مجرد صداقة انا بشكركم ادعوه للعمدة بالشفاء العاجل باذن الله واستنوا منا كل جديد ولو عجبكم الفيديو ريت لايك حلو بعتزر على صوتي عارفة ان دايقتكم لاني تعبانة انا بشكركم سلام